موسيقى عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام وعادت معها أسئلتها الصعبة المتعلقة بقرارات إدانة خلفياتها سياسية بحتة وكأن عقارب الساعة تعود إلى الوراء هو السيناريو نفسه حملات تجيش وإثارة للفتن وفبركات ألمية وستعانة بشهود زور قضت منذ 13 عاما بسجن الضباط الأربع اللبنانيين ظلما ولأهداف سياسية سرعان من كشفت وتراجعت المحكمة لتقر بأن اعتقالهم كان غير قانوني واليوم القوى الخاضعة للضغوط الدولية نفسها تتحرك من جديد والمستهدف هذه المرة حزب الله نتيجة الانتصارات التي حققها الحزب ومن خلفه محور المقاومة سواء كانت سياسية في لبنان أو عسكرية وأمنية في سوريا والمنطقة عموما فما هي أسباب عودة الحديث عن قرب تثبيت اتهام عناصر من حزب الله بجريمة الاغتيال وهل يمكن أن تطاول الإدانات أطرافا إقليميين يشكلون العقبة الرئيسية أمام سياسات ترامب في المنطقة كإيران وسوريا منذ عام 2005 ولبنان ينتظر ما ستقول إليه تحقيقات المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الحريري والآن يرتفع منسوب التوتر السياسي في ظل تقارير عن قرب انطلاق المرافعات النهائية خلال الأيام المقبلة فما هي السيناريوهات لصدور أي قرار بهذا الشأن بعد تحذير السيد حسن نصر الله للمراهلين على المحكمة من اللعب بالنار وما هي التدعيات المحتملة على الساحة السياسية الداخلية المنقسمة أصلا حول نزاهة التحقيقات الدولية وما هي النتائج المترتبة ومدى فعالية الحكم المنتظر صدوره من المحكمة إذا كان مطابقا للاتهامات السابقة التي وجهت إلى عناصر من حزب الله وقبلهم إلى الحكومة السورية وكيف سينعكس التوظيف السياسي لعمل المحكمة الدولية في الوقت الراهن على التطورات الحاسمة والمتلاحقة في المنطقة وهل اقتراب نهاية مهمات المحكمة هو أحد العناصر الخفية في الضغوط والتعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة اللبنانية هي أسئلة ستكون محور نقاش حلقة اليوم من حوار الساعة مع ضيفنا من الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون مصطفى حمدان أهلا بكم إلى حوار الساعة صباح الخير مشاهدين الكرام صباح الخير سيادة العميد قبل أن نبدأ وندخل بالتحليلات والدلالات عن عمل المحكمة وعودة عمل المحكمة الدولية اسمح لي ولو كانت ذكرى أليمة بالنسبة لكم أو لا تودون استرجاع هذه الذكرى بثلاثين آب يكون لكم ثلاثة عشر عاما قد اعتقلتم ظلما كضباط أربعة ما الذي يتذكره مصطفى حمدان من تلك الحادثة أو تلك الفتحة؟ هنا في صباح الخير إليك ولكل المشاهدين الميادين على امتداد الأمة أهلا وسهلا فيك بهذه الذكرى أو بهذا اليوم أنا ما بعتبره ظلم لأنه أنا كنت معتبر حالي جزء من مسيرة النضالي لذلك ما أحدا ظلمني ولا بيسترجوا ظلموني هني كانوا عم بيدقوا فينا ونحن عم ندق فيهم حتى بوجودنا بالسجن وأنا عندي العبارة الشهيرة مشان حرب الألفين وستة النصر الإلهي نحن اضهرنا من وقتها مش اضهرنا وقت تركونا غصبا عنه من الألفين وتسعة بفكر أبي يعني مش بكرم أخلاق ولا بالحكم قضاء نحن اضهرنا نحن هزموا بالألفين وستة بنصر إضهرنا لذلك ما لنا ذكرى أليمة ولا شيء بالعكس حتى اعتقالنا كان جزء من مسار نضالي خلينا نتذكر الأشياء الحلوة يمكن الناس ما بتعرف ومش لعني بالميادين ولكن هذه حقيقة مثلا بيقوله شخصية تاريخية وهون بتوجه وبتحية للأستاذ غسام بن جد اللي كان حامل قضيتنا معي قدر أنه هو أول واحد تلفن لعائلات عائلات والضباط وبلغهم قبل ما يصدر الحكم أنه نحن ضاهرين يعني هذي عم نتذكر الأيام الحلوة يعني البشرى يعني لما شفت عادي الفرح اللي صار نتيجة الخروج نحن نحكي بهنديسان الـ 2009 لما ظهرنا بالألسان أنا ما كتير بحفظ التواريخ لما أنا حفظته هذه النقطة هلأ لأول مرة اللي حيحكي على الميادين سو بدي هلأ نحكي كتير بالقصص الزعبرات وهلأ منحكي فيها كمان بسورة يعني خلينا نحكي شوية وجدانيات أنا شو كنت عنفكر أنا ونازل على الدرج لما أطلقوا صراحنا ولو قدر لنا وأنا كنت بتمنى نروح على هاي وهيدي الأول مرة بأولى أنا كنت أتمنى أن يروح على هاي لأنه كنت بدي أكمل السلم اللي عملوه معنا أنا كنت منتظر أنه الجلسة الأولى بهيدي اللي شفناها بلاهاي تكون أضخم أنه نكون نحن الضباط الأربعة وقفين بأفص الاتهان مثل ما هلأ عم بيحاولوا يزوروا للناس وأنه قاعد بانك يمون أنا ما أعرف الرئيس سعد إذا كان بيروح كمان بيحضر رأي حاضر هاي وبدأ يكون السريه كله مبسوطين أنه الضباط الأربعة وراء هذا أنا حضرت حالي ومعليش لو بدي أحكيها لأول مرة بيحكي بهذا الموضوع بس الناس في بعض الناس مقربين عارفين أنا طلبت قبل جمعتين أو أكتر شو شهر ما نظهر الأعمال الكاملة لنظار قباني الوطنيات اللي فيها رسالة جندي من بور سعيد وعبد الناصر للهرم الرابع طلبت القابل الأعمال الكاملة لماذا؟ هلأ وصل لك يعني الصوري عم بحكيها أو بالمتوحزونا بالإعلام وطلبت دوكسايد يعني ما في شريط أجلكم صباط بالإشريط ليكون سهل إني أشلحوا وقعدت انطرط قلت لازم نروح على هاي وأنا ونزل على الدرجة لما أطلق وصراحنا كنت أقول يا رب خذني على هاي لأنه هونيك كانوا بدنا نشوفه واسمك يا مكتهم عني أنا بدي أرى لهم قصيدة من من قصايد نزار اسم أمك قصيدة تانية اسم بيك قصيدة تالتي من قصايد نزار هلأ ما أحكي لأنه خلص ما صارت حتى ما يقول عن بعمل حالي بطل لجب تدقصايد معي لماذا لم يذهبوا بالسيناريو الذي تتحدث عنه سيد سيل عميد تبهي مش شيء قضائي ما في شيء قضائي هاي المحكمة لا علاقة لها لا بالقضاء ولا بالشرعية الدولية ولا بالجنائيات ولا شيء هيدا الأساس ما بيقدر لا هيدا الرئيس المحكمة حتى فبركة شهود الزور يعني اتضحت بشكل واضح لا بيقدر لا بنكيمون ولا قبلوا هيدا اللي مات كوفي أنان ولا حدا بيقدر يقول أنه هاي المحكمة إلا علاقة بالقضاء وأنه فعلا هي بدأت حقق مين جاب الرئيس الحريري مين قتل الرئيس الحريري لا أنا عم بحكي هذا الحكي ببساطة لأنه نحكي كتير بأمور لحتى أهل الضحايا عم بيكذبوا عليكم المليارات اللي انصرفت علي بتعرف أنت في فساد بالأمم المتحدة هلأ فيه تحقيقات عم بتصير بمليارات الدولارات بالأمم المتحدة الفساد اللي مارسوا ملس ولخمن وكل هالمجموعة وسمية البقعية عفوا من هذا أخذت لنا عقلنا سمية البعال بكالفنان سمية في واحدة اسمها سمية المغربية اللي كانت تعمل السكرتات اللي بكل الصور نسونا إياها لأسومية هي أساس أساس بالتزوير وتبليل الشهود الزور وين نخل نهول ما فيجي يقول هلأ هذا قاضي المحكمة أو ما بعرف مين هلأ دائرة لها المحكمة أنه نحن نتبع الأمور العدالة والقضاء وهذا ما في شي منه المحكمة هل سقطت المحكمة مع فبركت هؤلاء شهدوا خصوصا الشهد الملك زهير محمد الصديقي سقطت المحكمة من يوم ما عرضوا علينا الفيلم جابوا لنا هذا الفيلم هذا العدس الزهير الصديق مثل ما حكيت قبل بالإعلام كان بعد ما مزبطوا الله يرحموا اللواء ويسام الحافظ ما مزبطوا هائته مثل في فيلم العد الإمام جابواه حطوا لنا 13 دقيقة قالوا من وقته مش سقطت المحكمة من وقته انباع دم الرئيس الحريري بسوق النخاص الإقليمية والدولية باعوا الدم باعوا الدم ما أحدا يجي هلا يظهرها انه سقطت المحكمة لا الدم دم الرئيس الحريري نباع وانشارع فيه مشان هاك مشان هاك نحن منقول لأهل الضحايا للرئيس سعد انت مقتنع طب اذا كنت مقتنع كيف سكك عن التبليل واكتر من هاك بعد اللي شفناه بعدة حلقات تلفزيونية وتسريبات صاروا ينبيعوا الكمبيوترات صاروا ينبيعوا الكمبيوترات حتى مصرحية الاتصالات طيب اذا انت حكيت اللي حكيته انا بفترة يقلنا والله بلش الرئيس سعد هذا لما طلع نام بأصر المهاجرين فوق بالشام يومتها حكي حكي انخجلنا انا قلت له والله عن جد هلا انت مقتنع لانه يمكن ظروف السياسية تبدلت تبدل الموقف معناه اذا هو عميش يلعب بالمحكمة بيو وبيدن بيو بظروف سياسية معناه اذا هيدا المحكمة سياسة العميد بما انك بتتقول هيدا المحكمة محكمة اداة من ادوات الامة المتحدة يلي هي الامة المتحدة كلها رهيلا هي جزء من مكاتب الاستخبارات الامريكية ووزارة الخارجين الامريكية مين هو جوترس ومين هو بنكيمون ومين هو كافيانان افتحوا السي في طبعا بما انك عدت وتقول هذه الحادثة ليست مع انكم دخلتم السجن ظلما واعطاكم حتى رئيس المحكمة بالجلسة كشاهد لواء جميل السيد قال بان كان اعتقالكم بوقت هو غير قانوني يعني هيا عطاكم ممكن دليل البراءة الكامل كما ذكر هذه عطانا بس سطر واحد لحتى نقدر نقدر بالمستقبل والقريب مش البعيد نعمل دعوة انا كان مصطفى حمدان لانه اللواء سيد اسم الله مبلش من قولته من اول كان بعده بالسجن مبلش دعاوة مبلش مبلش مع انه انا عندي نظرية بهذا الموضوع هل احكيها هيدا السطر مثل ما بقولوا مضبطة مضبطة اتهامية لا مش للمحكمة انا شو بدي بقى هاي المحكمة هاي المحكمة مثل ما قلتلك اداة سياسية لكل اللي تآمروا ابتداءا من المشروع الامريكي الاسرائيلي الكبير مرورا بهول اللي خطفونا تبعو الأمم المتحدة ووصولا الى بعض الادوات في الساحة اللبنية هيدا السطر اللي قدر فعلا لانجاز المهم اللي عملوا اللواء سيد انه اخذ هيدا هيدا السطر منهم هلا ما بقى يقدروا يهربوا يهربوا لمحل ما بيقدروا يقولوا نحن ما فينا نعطيكم الفيلم تبع زهير الصديق القصص المهمة يعني فيه كم ملاحظة خليني مرؤون اول شي مشواهو تزور هول تضليل تحقيق شاهد الزور بتتفعيله بيعمل شهد الزور بغير للشهاد تضليل التحقيق جزء من الجناية مشان هيك لما نحن عم نقول شهود الزور عم نخففها هول مضللين التحقيق زهير الصديق واللي ركبوه كلهم مضللين مضللين التحقيق اللي بيضلل التحقيق بيكون جزء من الجريمة يعني هول ساهموا باغتيال الرئيس الحريري مش انه ابضوا مصاري وعملوا شهود زور هول كل اللي بيسموهن ملط تضليل التحقيق واللي كل بيذكرهم بحالهم اللي وقسيد كل فترة هول جزء من تضليل التحقيق يعني اول ناس لازم يروحوا اليوم على المحكمة الدولية هؤلاء حتى يتحقق معهم كمتهمين باغتيال الرئيس الحريري لانه اللي بيضلل التحقيق بيكونوا بيعرف مين مين قاتلوا للرئيس الحريري ولكن هل سيسمح يعني المشغلين ممكن يعطينهم الحماية والخيم اللي بتحقيهم منه هذا عم بحكي انا قضائيا بس هدي مش قضاء طيب النقطة التانية اللي مهم اللي انا من الاساس حكيتها استنادا للشي اللي قاله الرئيس الحود الرئيس الحود صاحب نظرية ما طربته نزاع مع انه بسبب قونه كان رئيس جمهورية وكان مستهدفا يعني بشكل واضح اكيد انا هلأ بقبرك كمان شو صار معي باستخدفه رئيس الحود كان من الاساس عم بيقول ما طربته مع له اللي جنة التحية الدولية ولمع المحكمة والدليل انه لم ي ما مضى شير رئيس الحود تحت البند السابع كانت البند السابع وهلأ منصلة شو جي عن البند السابع طيب الرئيس الحود بيقول ما طربته نزاع قضائمة على هاي المحكمة وبالتالي اذا بعض الخطوات اخدها بعد اعتقال ده من ناحية انه عطل صديق عفو حتى نجيبه اللي يقابلو ده وما جيبو هربو وهذا الشرزق اللي كذب بالمفاوضات كيف كانت تصيره وزير العدل هذه كلها انا مع اكتر شوي من الرئيس الحود لما بلشت حققوا معي مرتين او ثلاثة وبالاخر رفضت انا ما بقلي علاقة فيكن صار يجي هيدا الساعة يجي للمحقق الاسترالي ومرة اجي رئيس مكتب الدفاع حتى رئيس مكتب الدفاع اللي بيجي رفضت شوفه لانه هيدا رفض رفض حتى ما اعمل ربط نزاع قضاء معها لانه بس اعمل ربط نزاع قضاء معها معناه تعترف بوجودها لذلك كل كل من حاول انه بمرحل مراحل يصدق انه هاي المحكمة الدولية جاي جاي لانه محكمة دولية رفضت اللجنة الدولية كأنه اللجنة الدولية عملت بالمريق انا بس بدي ارجع لنقطة مهمة يعني امكان انت مرات عليها مرور الكرام لذلك عدم ربط النزاع القضاء لانه يربط معه نزاع القضاء بدأت ارتد عليه بدون يقول كيف قبلت بالأول وهلأ مش عم تقبل أنا في قضية التي استذكرت الحدي كنت تتمنى ان تذهبوا الى لهاي وقلت سألك اسمك سوف تقرأ له قصيدة لنزار قباني اسم والدك القصيدة الثالي ولكن لماذا طلبت الحداء التقصيد هل كنت تنوي ان تقوم ب ضرب الرئيس اول واحدة على بنكيمون تاني واحدة ما احول الاسم مع انه سياسي لبناني اكيد كان بدو يحدث ما بدي احكي الاسم بس الاول واحدة على بنكيمون اكيد اللابيب من عشرة يفهم كيف من تقصد سوف اذهب الى الدلالات بس بنقطة وحيدة استهداف النظام الذي كان قائما ومحاولة القبض واخذ البلاد تحت البند السابع الى الرعاية الامريكية بشكل واضح ورعاية اسرائيلية للأسف الى اي مدى كان بالفعل وقتها مستهد في الرئيس سائم اللاحود قبل ان اذهب الى الان والحاضر هذي كررناها بس الناس ما بتنبه له لانه بننجمل بيقولوا الضباط الاربع صح مثل ما شفنا يعني اللواء جميل السيد اجوا لعنده على الجناح على منزله وطوقوا تطوئ عسكري اللواء على الحج طلوا على برجة العميد ريمون عزار طلوا على مشموشة على الجزين على بيع طلقوا بالسلاح وبقوات الطوارئ يعني في منهم سمعت العميد عزار عم بيقول في يونيفل كان بيناتهم انا ما حدا يعني ما حدا اجل عندي انا كنت نام ببيض الضباط ما حدا اجل عندي تصل في هذا سيد ذكر مشيل سليمان كان بعض وقائد جيش كان بعض وقائد جيش نهار الاحد عشي وقال لي مصطفى طلع على لجنة التحقيق الدولي لانه الثلاثة نحنا توقفنا طلع على لجنة التحقيق الدولية بس اذا بتريد البوس مدني بوس مدني بفهمت انه في اعتقال نحن كانت الظروف كلها معنا معلومات وانه اخبرت وقتا الرئيس لحود بهذا الاتصال هذا اوصلك المهم اننا نحكي مرة لا يعرف شو صار قبل كان كمان السيئ ذكر شار رزق وزير العدل مدسل جاي عند الرئيس لحود يقول له باعد مصطفى حمدان عنه هذا طلب من السفارة الامريكية من فلتمن ارسلت عبر الوزير رزق عبر الوزير رزق عادي عبر بشي شهر الوزير لياس المر كان في مؤتمر اقتصادي قبل بشي جمعتين هلا اكيد بالتواطر واصلت له قال برك العميد حمدان ببيع خذلك مأزونية لانه ناويين عليك كل هذه بستجمعية طبعا هلا تتقاطع يعني تتقاطع الامور مع بعض بيجي انه انت هرب لانه اذا هربت انا يعني ما اجوا لاندي اخدوني مثل بقي الضباط انه هرب مصطفى عمدان اثبات التهمة حتى يلاقوا باب ومش بس اثبات التهمة مثل ما عملوا البند السابع كانت قوات اليونف الجاهزة لتطويق القصر الجمهوري واستهداف الرئيس لحود مباشرة على اساس قائد الحرس الجمهوري هربان تبعه وبقية المنازل لانه كان في قاعدة وجدانية قبل ما اطلع على التحية واخدت الارار انه الافضل سلم حالي حتى ما نتعرض لامور اكبر وانا برأي صمود الرئيس لحود بهالفترة وخروجه من القصر الجمهوري كانت اكبر رد على هذا المشروع هذا من المحكمة الدولية سننتقل الى الوضع الراهن اليوم الحديث ومنسوب التوتر عالي جدا بعودة عمل المحكمة الدولية بالعاشر من الشهر الحالي ايلول سأبدأ مع هذا المقتطع من كلام السيد حسن بذكرى التحرير الثانية في الهرمل تحديدا ما تحدث بشأن المحكمة بخطابه الاخير حينما قال حذر المراهنين من اللعب بالنار فلنتابع ونعود لاستكمال النقاش مش قصة هون بدون اربع وزراء وزارة سيادية وهو بدون تلاتي هاي دي حجة هاي حجة لتأجيل تشكيل الحكومة طيب شو السبب الحقيقي يقولون على دمتهم انه السبب الحقيقي انه بايلول المحكمة الدولية بدأ تصدر قرارات وبالتالي في وضع مستجد في البلد بدأ يبنى عليه وسيكون له تأثير دراماتيكي على تشكيل الحكومة مع ذلك سكتنا لكن باليومين الماضيين صدرت اشارات في نفس هذا الاتجاه اسمحوا لي عن لي بانه لقول له اذا في عن جد حدا هيك مراهن يعني انتو بتعرف موقفنا نحن من بداية هاي المحكمة وإلى اليوم وإلى الأبد هذه المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئا على الإطلاق وليس لها أي قيمة شرعية أو قانونية وما يصدر عنها ليس له عندنا أي قيمة على الإطلاق سواء سواء صدر منها إدانة أو صدر منها تبرئة أنه حتى لو طلعت المحكمة الدولية وقالت هاي الاتهامات غير صحيحة وأدل ما فيه وهو الشباب المتهمين هم بريؤون أنه نحن سنطلع بيانه مبسوطين كيفين له لأننا لا نعترف أصلا بهذه المحكمة ولا نعتبرها الجهة ذات صلة تمام هذا واحد خلي يكون ببالي الكل النقطة الثانية اللي بدي اختصر فيها وما بدي توسع أكتر بدي يقول لمن يراهنون على ذلك لمن يراهنون على ذلك ثلاث كلمات جمل صغيرة لا تلعبوا بالنهاب لا تلعبوا بالنهاب ونقطة أول السطح يعني كرر الجملة سيد حسن ليحذر هؤلاء المراهنين كيف نفهم هذا الكلام وهل يعني يمكن الأحكام الأخيرة للمحكمة أن تدرج ما قرأناه بالأيام الأخيرة عن إدراج أسماء وقيادات لحزب الله سياسية هذه المرة وليست قيادات عسكرية كما في السابق السيد حسن مثل مع الأمرين الأمر الأول بطبيعة المحكمة واللي كلنا سنة نراها فلا قيمة لها سراءة مليارات اللبنانية ونصبطهم وكل من ساهم بدعم أو مش بدعم بدفع من مال اللبنانيين ومن دمهم ومن عراءهم أموال لهذه المحكمة حتى يعملوا كرنفلات ويقعدوا ويدوروا بالعالم ويستغلوا مال اللبنانيين هذه المحكمة لا علاقة لها لا بالقضائيات ولا بالجنائيات ولا بأي حتى بالآنون الدولي مدخلة هذه لتكون واضحة والدليل إذا لم تعترفوا بلجنة التحقيق الدولية لأربع سنين أنتوا مخارجوا تكونوا بالمحكمة لأنوا ما بيقدر واحد مين قد ما يكون سوبرمان بالتحقيق هذه من بداهيات الأمور يضيع أربع سنين يضيع أربع سنين باعتقالنا إلا إذا نحن كنا شركاء ما بتعرف على شو بيطلع براسهم مع أنه قلنا يعني أعطيت التبرئة لكم بالمرة الأخيرة نحن مش تبرئة هذه كمان من الأخطاء المتداولة نحن لم نبرأ نحن لم نحاكم نحن كنا مخطفين فرنسيين لو بطلع قال قال نحن المحكمة ما لقينا فيه ارتباط بين هؤلاء ما قال براءة نحن لم نحاكم نحن قالوا أحكام أو اعتقال غير قانوني كنا نحن مخطفين هذه دليل آخر لأنه لما تقولي براءة بالتعطية الشرعية للمحكمة أنه براءتنا توجه اتهام نحن فكينا رأبتهم بال2006 ما عادوا فيهم يقدروا يخطفون أكثر من هك تركونا بعد طب لماذا اليوم الأصابع الاتهام إلى حزب الله بعد أن كانت إلى الحكومة السورية لأنه بالأول هذه المحكمة كان المطلوب مننا تفجر الأوضاع بالوطن العربي بهذا الثقيع الثقيع العربي اللي مرة لنا اللي كان يستهدف سوريا بداية يعني كان التفجير بده يبلش بسوريا وبلبنان وبينتد للأمة أم بلش بالعكس بلش بالعكس وين بلش بلش من جهة المغرب العربي ووصل على السورية يعني كان بدهم يبلش من المشرك العربي هذه جزء المحكمة الدولية جزء من التفجير الفتنة والسن الشيعي أحسن رئيس حكومة سنة بلبنان أتلت سوريا سوريا الذي يحكمها العالم لماذا لو أنا عم بحكي بهذا الوضوح مع أنه عقلنا مش هيك ولا نحن مشروع التقسيمي كان يقوم هذا اللي كان المشروع ومع مجموعة شيعية موجودة بالساحة اللبنانية هذا الهدف الرئيسي حاجة نطغر لأمور هدف المحكمة كان هذا التفجير الفتنوي لإشعال المنطقة من أجل استقبال ما صدر مؤخرا يهودية الدولة شو هدف الصقيع العربي يفرفت الدنيا لحتى تيجي يهودية الدولة الإسرائيلية على أرض فلسطين المحتلة لذلك لاحظنا أنه بس صار الربيع العربي أو الصقيع العربي لما صار عندنا سمعنا بالمحكمة ما عند حدا نسمع فيها صحي ولا شيء أتت أداة أخرى لتلبي أهداف هذا المشروع سكرت لأنك ما بقى حدا نحكي فيها ولكن اليوم بيظل الهزائم هزائم المشروع الأمريكي الإسرائيلي على أرض سوريا بلشت إعادة استخدام المحكمة الأجنبية حيث يقولولها دولية المحكمة الأجنبية بلشت استخدامها كوسيلة لتحسين فقط أجنبية أم إسرائيلية قبل ثمان سنوات سواها السيد حسن بإسرائيل بس شو هذه لأنه من شروط تحسين يعني عم يستخدموها لتحسين شروط هزيمتهم في سوريا المحكمة اليوم هيدا الأساس طيب السيد حسن بمسؤوليته الوطنية عمين فهم شو عم بتصير من خلال المعطيات اللي عنده هو لما عم بقلهم ما تلعبوا بالنار حرصا عليهم كثير عم يعطيهم فلطهم خليهم يلعبوا بالنار لأنه مهزومين خليهم يلعبوا بالنار يا سيد حسن لأنه بدأت انفك رأبتهم هلأ حاج بقى نسيرهم هالي الجماعة اللي تآمروا واللي واللي استخدموا دم الرئيس الحريري وصلت وصلت الهزيمة على رأبتهم السيد حسن بمسؤوليته الوطنية ما بده انه هالي شركاء تعالوا لا تلعبوا بالنار هلأ السيد حسن طلع قاسي عليهم لا تلعبوا بالنار كان يقال له ما تلعبوا بالدار سنتوقف عن النتائج المترتبة كما تحدث سيدة العميد عن المنطقة بأكملها يعني هذه المحكمة أيضا مرتبطة ليس فقط بتغير الوضع أو اللعبة بالساحة الداخلية وأيضا ما أيضا بالتطور بالمنطقة يعني أنا وذكرت بالمقدمة حتى بمن يعيق سياسة ترامب في المنطقة بشكل رئيسي إيران ومحور المقاومة سنكمل هذا النقاش ولكن اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة حوار السعاء بقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى حوار السعاء التي نستضيف فيها اليوم العميد مصطفى حمدان وسنستأنف الحوار أستاذ مصطفى بهذا المقال اسمح لنا بصحيفة البناء للأستاذ ناصر قنديل الذي يربط فيه تأخير عفوا تأليف الحكومتين اللبنانية والعراقية بالضغوط الأمريكية على قوى المقاومة من بينها المحكمة الدولية الخاصة باللبنان فلنتابع البناء اللبنانية مناورة تضيع الوقت في لبنان والعراق بالانتظار ناصر قنديل مرة أخرى نتحدث عن الربط بين تشكيل الحكومة في لبنان وتشكيل الحكومة في العراق والقضية ليست خيالا بوليسيا هذا الترابط الذي يبلغ حد التلازم الزمني يوما بيوم منذ الانتخابات المتزامنة في السادس من أيار مايو إلى الإعلان عن مسودة حكومية في الثالث من أيلول سبتمبر ليس صدفة ففي العراق كما في لبنان مواجهة أمريكية مع قوى المقاومة وسعي لإضعاف حضورها في المعادلة الحكومية إلى حد العزل والتطويق ورهان على تبلور معطيات أشد تأثيرا لتحقيق هذا الهدف لا ينسجم الرهان عليها مع تسريع ولادة الحكومة في كل من بغداد وبيروت فالعقوبات الأمريكية بنسخة مشددة على إيران ستنطلق بعد شهرين والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعود للعمل هذا الشهر وهي في نهاية مهمتها لإصدار أحكام لتجريم المقاومة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورهان على كل ذلك في إضعاف قوى المقاومة وإقناع القوى التي بات واضحا أنها تشكل بيضة القبان في ولادة الحكومة وهي التحالف الكردي في العراق والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في لبنان بأن ربط مصيرها بصياغ مشتركة مع قوى المقاومة يشكل خيارا انتحاريا ولذلك يجري بذل كل شيء للتعطيل من جهة وتميع الضغط الشعبي الذي يطالب بالتسريع تحت ضغط الحاجة لحكومة بمناورات توحي بالتقدم وعدم قطع الخيط الواصل مع القوة الوازنة التي لا حكومة بدونها قبل أن نتحدث عن ربط تأليف الحكومة اللبنانية بالمحكمة الدولية ولكن هل يمكن القول بأن المستهدف في المنطقة قوى المقاومة وهذا ما يجري وتتم التطرق إليه بهذا المقال إن كان العراق أو حتى لبنان وحسب الله جزء من هذا المحور خليني نحط الواقع اللي عم بيصير على صعيد المنطقة ب مثل ما يقوله مقولي واضحة سوريا مركز الكون ومركز مسرح العمليات الأساسي لما سيأتي في على قليل عشر أو عشرين سنين قادم سوريا مركز الكون مش أنا عم بحجة بس هذا الواقع الكل يبحث عن أدوار وبالتالي وبالتالي خلينا كتير نكون واضحين في سوريا معادلات قوة في سوريا في معادلات قوة بين تبدأ من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أو بالأحرى روسيا ومن معها من دول والولايات المتحدة الأمريكية وشربات الخرج أوروبا هؤلاء اللي لا بالعير ولا بالنفير ولكن شو بيجيون أمر بينفذوا هاي دي أول معادلة قوة بعدين إذا جينا إلى الواقع الإقليمي صارت واضحة في قوة حليفة للرئيس بشار الأسد منسميها محور مقاومة منسميها محور الممانعة المحالفين ممانعة ولكن كما قلت لك انطلاقا من سوريا وما يجري في الميدان السوري وما يجري في استراتيجيا السورية العالية في مواجهة هؤلاء الوحدات نتبه هؤلاء داعش وماعش والإخوان المتأسلمين كلهم مع بعض والتعالي المسميات الإرهاب هؤلاء وحدات إسرائيلية مستترة الغرفة العمليات اللي عم بتديرهم واحدة هي غرفة العمليات البنتاجون ما حدا تاني وأكيد اليهود بيساعدوهم بهذا الموضوع بس إنه هيدا المحور منسميه مثل ما تلك مقاومة اللي بدك انطلاقا مما يجري في مسرح العمليات الأساسية في سوريا عم بحقق الانتصار بالمقابل بمعادلات القوة منلاقي أهم شيء بالنسبة للقائد الأمريكي الذي يدير الجميع أهم شيء هو الأمن القومي اليهودي هذا أول شيء أصحي تسد شو مكان يعني شفنا ترامب الهم الأول أمريكا هو حماية أمن إسرائيل أبدا مشان هيك بمعادلة القوة مين اللي بيهدد إسرائيل من كريات إلى إيلات صواريخ حسن نصر الله إذن الاستهداف الاستهداف بعد سوريا مين بدي يكون حزب الله حزب الله حزب الله بالمواجهة المباشرة بفك رأبتهم وعن بيحكيها بالعربي اللي يعرفوها الناس اللي معنا فلجأوا إلى التضييق الاقتصادي العقوبات والسياس لجأوا إلى القطبة المخفية الفتنة 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 السنية الشعية اللي كل شوي بيسحبوها بتخف بيرجعوا بيسحبوها هذه المحكمة هذه المحكمة عندما تسمي الاخوة في حزب الله طبعا برمزيتهم انه هن قتلوا دولة الرئيس الشهيد السنة سعد الحريري عفوا رفيق الحريري بالغلط منضيلك بالغلط رفيق الحريري طول عمره وإن شاء الله بيضله يعيش 200 سنة دولة الرئيس رفيق الحريري عرفت كيف هذا الهدف الأساسي اشعال الفتنة السنية الشعية اللي برأي السيد حسن يدرك خطورته مشين هيك شو قال لهم لا تلعبوا بالنار ولكن هل المستجد كانت قيادات عسكرية بارزة لدى حزب الله اليوم نتحدث عن قيادات سياسية حتى إعلامية يقال سوف يتم جز بالقرار الاتهام حتى أقول لك بكل صراحة ما بدي أدخل بأنه عسكري ولا مدني بحزب الله هيدا كلام بالأعلام لا تؤثر على تأليف حكومة هذه الشخصيات قد تكون مشاركة يعني هذا طرف متواجد بالحكومة حتى لو كانوا عسكري أنه هلأ بيقول له إذا هو شو اسمه الرئيس سعد بده ياخد طاره بدم من دم بيو إذا مظبوط بيقدر يقعد معالي الوزير فناش ومعالي الوزير الحج حسن وبكرة إذا إجاب بطريقة غير مباشرة ما بيقدر هذا حكي هذا حكي مش مظبوط بالأعلام مش مظبوط بالواقع مش مظبوط أنا بستغرب إذا عرفان هو أنه هل يعني قتلين له بيو ما عن بطعم كيف بيقعد معهم ما عن بطعم كيف بيتواصل معهم يعني إذا واحد قتل لي بيو وأنت عرفان كيف عم تقعد معه معناته أنت دم بيك صرت بيعه كمان أنا ما بدي يفوت به هذا التفصيل اضطرينا هلأ وفوت فيه بقى الموضوع الأساسي اليوم من هو الأخطر ضمن محور المقاومة بعد الانتصار في الميدان السوري وتحسين شروط هزيمتهم هيدا المحكمة مثل ما قلت جزء من الوسائل كيف قاعدت التناف كيف بعض بقر الإرهابيين بالوحدات الإسرائيلي المستطرة بشرق الفرات وببعض المناطق بس بعد إلى هذه الفعالية سيادتي العميد قادرة على يعني التأثير أكيد لو منا قادرة ما بيطلع بهذا المستوى السيد حسن بيحذرهم عم بيحذر لهذا أتى التوقيت من قبل السيد حسن السيد حسن عم بيقولهم ما تلعبوا بالنار نار الفتن خطير تقولوا أنه مجموعة شعية صغيرة قتلت أحسن رئيس وزارة سنة طب بنيت أحتكام الآن بقرار المحكمة ليه راحت ما قلتلك راحت لأنه المنطق أولعت هلأ لما بلش التهمت وبلش الانتصار بسوريا ومين برجع بقلك الهدف الرئيسي ليه ليه أهمية رجال الله أو حزب الله والمقاومة أهميتهم يملكون التهديد الوجودي التهديد هلأ شو بدنا بالسياسة الداخلية اللبنانية عم نحكي بالستراتيجية من يهدد الأمن القومي اليهودي في منطقة في منطقة الشرق الأوسط إن شاء الله فكرك بالبنتاجون بس يضولوا يشوفوا اللعبة بيشوفوا بفرس سعاد والريس سعد والسياسي اللبنانية أو بيشوفوا قدون الانتخابات ومنطلع بالمجلس النيابي المستحدث لا بيشوفوا في يملك يملك القدرة السيد حسن مصر الله على التهديد الوجودي ليس فقط بالسواريخ ما بقى نقبل نحن جمهور المقاومة لأنه انتصرت سياسيا حتى هذا يمكن أسابق أصاب الفريق الآخر لأنه الناس شو عم بيخففوا أنه حزب الله جزء من اللعبة الحكومية اللبنانية لا نحن ألفانين بمعلومات بقدرة نحن ما بقى نقبل جمهور المقاومة مش بس قصف من كريات إلى إلات بدأت تحتل المستعمرات من الجبل الشيخ للنقرة ما تخفف القصة المحكمة لأنه حكم طب من يملك الآن قرار المحكمة الدولية سيادة العمير هل يمكن بضل جهولنا عن نعكي عنا بتسوي بسوريا من يتحمل يعني يمكن القول أنه قرار هذه المحكمة ويتبنى ذلك بسوريا لو قال ترامب اليوم للرئيس الأسد أسحى تقرب على إدلب بس بدوا يطب شوها بسوريا ما في تسوي يعني إدلب معركة عسكرية نقول ما بعرف حتى ما أقعد أنا نظر أعمل تنبؤات بس إدلب ستسقط هلأ مثل ما قلت لهم بحلقة سابقة بمحلات نحن بلبنان ما عليش عم نستطرد ما عم نكمل الفكرة نحن بلبنان معنا مصطرة مدرسة منقيس بالسنتيمتر التبع مصطرة تعرفين هيدون المصاطر الصغيرة بسوريا بالشكل العام باستراتيجيا السورية العالية معهم مزورة بيمدوها يعني هيدون اللي هون معطرين لذلك لذلك بسوريا في فكرة بفي انتصار في انتصار كبير خلينا نرجع للموضوع اللي عم نقول الأمريكان والإسرائيلية كان أمريكان والإسرائيلية الأمن القومي اليهودي فوق كل الاعتبار لذلك هني مين اللي بيهدد المقاومة وحزب الله هلأ بيظل تحسين شروط الهزيمة مثل ما قلتلك في مناطق كتير بسوريا بعد فيها شوية بقار حتى ملف النازحين انتبهي ملف النازحين مثل المحكمة جزء من تحسين شروط هزيمتهم في سوريا يتمسكون شو عم بيقول الأمريكي يا خي بدك تربح يا بوتين بانت والرئيس الأسد صاروا معتر فين كلهم هيدا الفرنسوي لدريان لدريان بسعطونا شوي بالسلام بالتسوي ما بارك مين بده بالتسوي يعني مين بده يجيب مع الرئيس الأسد يعني يعني الرئيس سيد الحريري هل يعني هو حتى يسلم بأنه الأمر أصبح بالنسبة له في سوريا للروس هل يعني هذه باب أو خطوة لتقرب لحل المشكلة حتى ملف الناس حين من الباب الروسي أهم والروسي يعني بطبيعة الحال حليفة سوريا أهم مقابلة مع الرئيس الحريري واللي من زيعت كتير ببيروت هي مقابلته مع الإيرونيوز قالت له قالت له قالت له بديفوت بشار الأسد على إدلب قالت له المزيعة قالت له إيه لا شيء قالت له طيب شو قالت له نحن عنا بوتين معتر الرئيس الأسد انتبهي الرئيس الحريري اليوم كتير عم نضيع بالأسماء الرئيس الحريري كتير معتر وضعه انتبهي الدولة المديرة والسعودية حالتها بالوالد انت معي خبر هلأ نطرولة محمد بن سلمان اليوم الأخبار أنه الأمير الأمير أحمد بن عبدالعزيز هو الخي اللي باقي اللي بارز قاعد بلندن اليوم عامل مظاهرة ضد ضد الملك وولي العهد الوضع السعودي مهزهز منه في كذا سعودية صار لذلك القرار الحريري إذا قلنا متردد ما عرفين أي مظلة سياسية بده ياخد في شوية عنده المظلة الفرنسوية هذا معكرون بيساعده شوية نعم الرئيس معكرون بالحربي اسمه معكرون بيساعده شوية عرفت لك كيف بس مش راكب معه مشان هيك هلا عم بيفعل الخط الروسي بس بقصة الحكومة ما في مزح بقصة الحكومة حاجة فلسفة طب بالأمس قدم مسودة وكأنها يعني ما ولكن الرئيس الحريري لم ترفض ولكن في تحفظات لدى الرئيس عم عم بيقوله حسب يعني عوامل دخلية نفهمها دائما نقول عوامل خارجية التي تعيد تأليف عملها مثل كأنه ما بعرف قلب السر أنه هو بالمكتب عند الرئيس عون وبجيبته بس طيب وهن هن عم بيقوله صيغة ما في شيء اسمه صيغة تطلع عند رئيس الجمهورية يا رئيس سعد لأنه بدنا ياك رئيس قوي تطلع عند الرئيس الجمهورية بتقدم له تشكيلة حكومة كاملة بالأسماء الرئيس صلاحيات الرئيس الجمهورية يبيقول بيقول لا بيتحكي معك بس أنت صلاحياتك استخدمها عبر من الآن تعرق للسعودية تأليف الحكومة إذا كانت هناك كلمة سر خارجية لا أنا برأي يعني إذا جعجع رئيس القوات اللبنانية تنازل عن حقيبة سيادية وكأنه يقدم تنازل التأليف الحكومة العقد الأكبر كانت العقدة الجملاطية والعقدة الدرزية التي لا تزال ما في عقد بالداخل هو سطرف شايفي إذا بيعملوا هيك بني ياخدوا إذن الخارج كلهم يعني توزيع أدوار يعني بعدين المدعو المدعو هذا سمير جعجع هذا هذا الناطق يعني شوفي زل الزمان أنه أهل السنة يكلفوا سمير جعجع يكون الناطق الرسمي باسم السعودية بطل رئيس سعد وبطل فيه شيء شخصية سنية محضرة معه أنا ضد هذا التعبير يعني سمير جعجع مسؤول مشان هيك راعبوا للرئيس الحريري كان فيه خطة مبكلة مسكرة خطة السبهان جعجع لخطف الرئيس الحريري سائب سائب أنه الرئيس عون مع كل اللبنانيين وقفوا مع الرئيس الحريري فشلوا له الخطة والرئيس الحريري بيعرف الشيء ولكن الآن لسنا نعيش نفس السناري إن كان القرار مسروق يعني إذا لم يكن بسعودية ولكن القرار اليوم القرار بتأليف الحكومة حتى ما أقولوا القرار حتى ما كتير مبهدل اللبنانيين لأنه للأسف لأنه حتى قبل أيام رئيس برري يقول في شيء مفهوم الحكومة تقع على عدة معابر أول معبر نصيب 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 للرئيس الحريري تاني معبر تاني معبر الواقع السعود الداخلي معبر الواقع السعود الداخلي تالت معبر أنا برأيي تالت معبر ما سيقرره الميدان السوري هيدا اللي اللي بيقعدوا بيحكوا ألف ومألف مثل ما قلنالهم بالهاشتاغ يؤلفان ولا يؤلف اللي بيقعدوا بيقولوا عقدي درزية وعقدي سنية وعقدي مدرمين مين شايدكم من قادر على ضبط هذا الإقاع رئيس الجمهورية يعني بالمقال كان عم بيحيزة ناصر يعني يعني هو الوحيد الآن هو الوحيد الآن اللي قادر يعطيه شوية معنويات للرئيس السعد هو بس أنا برأي رئيس الجمهورية برؤيته الاستراتيجية فهمان أنه الوضع معقد ما نهيين الرئيس السعد مبارح ضرب أملة دخانية بهذه الصيغة مش هك إذا مظبوط فيه تأليف حكومي حتى ما نغش للبنانيين إذا مظبوط فيه تأليف حكومي كتاب فلان وفلان وفلان نقلف الحكومة مش تقول صيغة ما بده صيغة الرئيس الجمهورية بسؤال أخير مع أنه انتهى الوقت ماذا لو ذهبت المحكمة إلى إدراج أسماء وشخصيات إيرانية وهل من المتوقع أن تذهب إلى هذا الحد أنا ما بشت لأنه إذا المحكمة علنية مثل ما عم نشوف ما نذكر ولا أسم ولا بالشوت بالتوك شوت تبعهم بالمحكمة المقابلات واللي شفناهم ما بعرف إذا مخبيين بعد وقال ما قالهم حق يخبوا ما شفنا فيه أسماء إيرانية شفنا الاستهداف لحزب الله شكرا جزيلا لك أمين الهيئة القيادية لحركة الناصرين المستقلين المرابطون لسيادة العميد مصدى الحمدان وشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من حوار الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة